السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أصدقائي في قناة عبدالواحد لايش أتمنى أن تكونوا بخير وبسحة جيدة في هذا الفيديو إن شاء الله لقد أحضرت لكم أربع تطبيقات لتعديل الفيديو والصور هذه التطبيقات سوف تجعل من المحتوى الخاص بك احترافي جداً ورائع أنا أستخدم هذه التطبيقات أكثر من ثلاث سنوات أقوم بإنشاء فيها الصور المصغرة الخاصة بقناتي وأقوم بإنشاء الفيديوهات كل شخص الذي سوف يشاهد الفيديوهات الخاصة بك أو الصور سوف يظن بأنك تقوم بإنشاء هذه الفيديوهات والصور على برامج متقدمة للكمبيوتر إذا كنت مهتم أخي العزيز بهذا الفيديو لا تنسى دعمي باللايك بها هي مهمة جداً وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتي لا تنسى الاشتراك وتابعي للجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بنفس المحتوى أترككم مع أنتر القناة ونعود إلى الشرح مباشرة مرحباً أصدقائي مرة أخرى في قناة عبدالواحد لايش بالنسبة لروابط تحميل هذه التطبيقات سوف تجدونها في صندوق الوصف تحت الفيديو أو متبشة في أول تعليق إن شاء الله إخواني فأنا لن أقوم بشرح لكم التطبيقات بشكل تفصيلي لأنني قمت بشرحها من قبل على قناتي فقد أريد تعريفكم على هذه التطبيقات لأن الكثير من الناس لا يعرفون ما هي التطبيقات المناسبة لتعديل الصور والفيديوهات لهذا أردت شرح لكم التطبيقات المناسبة لتعديل الفيديو والصور على كل حال أول تطبيق معنا هو تطبيق البيكسلاب هذا التطبيق رائع جداً في تعديل الصور فأنا أقوم بإنشاء عليه الصور المصغر الخاصة بقناتي يمكنك التعديل الصور بشكل احتلافي وإضافة عليها إفكت رائعة وأنا أنصحكم باستخدامه لأنه تطبيق سهل ورائع جداً ننتقل إلى التطبيق الثاني وهو أيضاً خاص بتعديل الصور وهو تطبيق البيكسارت نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل وننتظر حتى يتم فتح لنا الصفحة التالية فهذا التطبيق إخواني رائع جداً وأنصحكم باستخدامه أيضاً الصورة الخاصة بك إذا أردت التعرف على هذا التطبيق بشكل جيد فقوم بالبحث عليه في اليوتيوب وسوف تجد كثير من الصروحات على هذا التطبيق نقوم بالخروج منه ونتوجه إلى التطبيق المونتاج هذه المرة وهو تطبيق كابكات وهو مشهور أيضاً في تعديل الفيديوهات تجد فيديوهات الخاصة على تيك توك أو على اليوتيوب بكثرة والكثير من الناس سيبحثون على طريقة تعلم هذا التطبيق نقوم بالدخول إلى التطبيق بهذا الشكل إضغط على نيو بروجيكت ثم قوم باختيار صورة أو فيديو بهذا الشكل وإضغط على آد وبهذا الشكل يمكنك إضافة الصور والفيديوهات ومن هنا يمكنك إضافة الموسيقى أو الأيفكت أو أي شيء يمكنك إضافته على الفيديو الخاص بك إذا كنتم مهتمين إخواني بهذه التطبيقات فأتركوا لي تعليق وصوف أقوم بشرح لكم كل تطبيق لوحده لأنني لا أستطيع شرح لكم كل التطبيقات في فيديو واحد على كل حال نقوم بالخروج من التطبيق بهذا الشكل ونتوجه إلى آخر تطبيق وهو تطبيق كينماسر هذا التطبيق شهير جدا ويعرفه الكثير من الناس هو رائع جدا في تعديل الفيديوهات نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل وننتظر حتى يتم فتح لنا الواجهة الخاصة بالتطبيق وأنا أنصحكم باستعمال هذا التطبيق لأنه رائع جدا وسوف يمكنكم من إنشاء محتوى احترافي وجداب على اليوتيوب أو على أي منصة التواصل الشمائي فوجهة التطبيق فهي سهلة إضغط على Create New ثم قم باختيار أي مقاس مناسب لك بهذا الشكل وإضغط على Next ثم قم باختيار الصورة أو الفيديو التي تريدها إضغط بهذا الشكل ثم إضغط على علامة X سوف يتم إضافة الصورة أو الفيديو في التايم لاين إذا أردت قطع الصورة قم بتحديدها بهذا الشكل وإضغط على المقاس من هنا ثم قم باختيار أو الخيار سوف تقوم بإزالة الجزء الذي يوجد في اليسار وإذا أردت قطع الفيديو من الوسط قم بالتحديد من هنا وقم بالضغط على ثالث خيار وسوف يتم قطع الفيديو من الوسط كل شيء مفهوم إخواني وإذا أردتم تعلم هذه التطبيقات بشكل جيد اتركوا لي تعليق تحت الفيديو وسوف أقوم بشرح لكم كل تطبيق لوحده وأتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا